اشتركوا في القناة حيث ظن العديد منهم انه مركبة فضائية ولكنه ليس كذلك بل هو في الحقيقة تكنولوجيا ارضية مذهلة الطائرة السرية TR-3B هي نتيجة لبرامج سوداء غير معروفة للولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع وكالة ناسا الفضائية بالاضافة الى عدة شركات مثل لوكهيد مارتين والذين قد صمموا برامج من اجل عملية الطيران بقدرات خيالية ان هذه الطائرة لا هي دليل على اجراء الولايات المتحدة لمشاريع سوداء مخيفة كما هو الحال مع الطائرة F-116 Nighthawk والتي انكرت الولايات المتحدة وجودها على الرغم من الجهود المبذولة لكشف وجود تلك الطائرة وهي نتيجة لعمل متواصل في الخفاء لمدة عشر سنوات ولكن في النهاية تم كشف المشروع وتصنيفه كمشروع اسود بالاضافة الى تصنيف المشروعين كمشاريع خطيرة ولكن من المعروف بشكل مؤكدا مثل هذا النوع من الطائرات موجود بشكل سري كما ان الطائرة TR-3B هي واحدة من اعظم المشاريع ذات القدرات الخارقة فكما تشير المعلومات ان تلك الطائرة هي طائرة مثلثة الشكل مصنوعة من الطاقة النووية وهي مسؤولة بالطبع عن العديد من الاكتشافات في جنوب المكسيك الجميع يعلم ان تلك الطائرة تمتلك قدرات عظيمة ولكن من اين يعلمون هذا ومن الذي كشف عن تلك المعلومات البالغة السرية ان النظرية الاكثر تصديقا حول هذه الطائرة الحربية هي انها طائرة تم تطويرها من خلال البرامج السوداء المحظورة وانها تم صنعها في المنطقة الجوية العسكرية كروم ليك 51 وهي قاعدات عسكرية تابعة للقوات الجوية الامريكية في ولاية اللينوي وقد حدث هذا على مدار سنوات طويلة هذا الرجل ايدغار فوشي وهو قائد في القوات الجوية الامريكية وهو من كشف الستارة عن سر تلك الطائرة TR-3B هذه الطائرة وفقا لما كشفه فوشي قد استغرق صنعها وتطويرها قرابة الخمسين عاما وقد تم تصميمها على نظريات العالم نيكولا تيسلا بالاضافة الى تكنولوجيا غير ارضية والتي بالطبع تفوق التصور تستخدم تلك الطائرة الحربية كرة من البلازما الخالصة كمصدر للطاقة تستطيع تلك الطاقة البلازمية ان تنقل الطائرة من سرعة الصفر الى 150 في لا شيء وتنقلها من سرعة 250 الى 5000 في دقيقة واحدة لتوليد حقل من انعدام الجاذبية ان حقل انعدام الجاذبية ذا يستطيع ان يصل بالطائرة الى سرعة غير محدودة كما انه عند النظر الى تصميم الطائرة TR-3B سنرى ان مركز الطاقة في منتصف الطائرة كما انه تم تأسيسها على شكل مثلث وتم وضع مراكز الاطاءة على زوايا المثلث كما تمت رؤية مثل هذا الشكل في العديد من المناسبات كما انه وفقا لفوشي فتصميم تلك الطائرة يجعل من المستحيل كشفها بواسطة الرادار كما انها قاعدة يصل طولها الى ستة اقدام هناك العديد من المعلومات عن مشروع تلك الطائرة فعلى سبيل المثال تم العمل عليها من قبل المركز الوطني للبحوث الامريكية بالتعاون مع المخابرات الامريكية الا ان العمل على التصميم ذاته قد تم بواسطة شركة تدعى لوكيد مارتن وكما يعلم الجميع فهذه الشركة تابعة للبنتاجون وهذه الطائرة قد صممت من قبل النموذج TR-3A ومن ثم النموذج TR-3B ومن بعضهما النموذج TR-3B أسترا ولكن كيف وصلوا الى تلك التكنولوجيا جميعنا نعلم ان للولايات المتحدة الامريكية نشاطات واسعة في مجال الفضاء والجو كما انه هناك العديد من التقارير تؤكد وجود هذا النوع من الطائرات كما هو الحال مع الطائرة SR-91 Aurora من المؤكد ان تلك التكنولوجيا الخاصة بتلك الطائرة هي خليط بين نظرية عدم الجاذبية لنيكولاتيسلا وبين تكنولوجيا المركبات الفضائية الغير ارضية التي تم العثور عليها بواسطة الولايات المتحدة الامريكية وفقا لبعض الشهود الذين عاملوا كرواد لهذه الطائرة فهي تستطيع ان تلف الارض كلها في اقل من نصف ساعة وعلى هذا فمن المؤكد انهم يستخدمون تلك الطائرة في اقامة قواعد عسكرية امريكية على القمر كذلك فقد تم رؤية هذا الشكل بالقرب من القمر مرات عدة ان كان هذا صحيحا فتلك الطائرة ستكون واحدة من افضل اختراعات القرن العشرين ان لم تكن الافضل السؤال الاهم هو الى متى تستطيع الولايات المتحدة اخفاء تلك التكنولوجيا عن انظار العالم اذا اعجبك الفيديو فلا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لقناة اسرار